أحلى راديو لحديش وعشر دقائق هكا نكونوا تخلنا في ساعتنا الثانية من برانش والموعد مازال متواصل حتى النصف نهار ربيع الزموري عرض نوستلجا 24 جوليا 2023 مع العشرة متعليل العرض أكيد غني عن التعريف تعرفوه أما الأكثر تفاصيل يدخل معنا عبر الهاتف الموسيقى الربيع الزموري أهلا وسهلا يا سيدي مرحبا بك أهلا أسلام أسبا خير تحية لك وتحية لكل مستمعيه إذاك يا سيدي بشكرا على الدور تحية لك أنت زيدة سعادة جدا سيربيع أنك تدخل معنا اليوم في برانش على إيافام أحلى راديو سيربيع العرض كما قلنا غني عن التعريف أما ميسيل الشترة خلينا نزيد ونتعرفو أكثر على الكونسبت من عندك والله إن شاء الله حافظنا لكم عرض حلو برشة معناها عرض فيها الغنيات والموزيكات ماذا معنى ما معنى عندك معنى اذاني معروفة كما سايد الريل معنى الحاجات فار اللي خدمتهم معنى اه جيش وزيل ماما ميزيكو وان شاء الله اه بشي يكونوا حاضرين في كاتاج بشي عزفهمين جروند الكاتر ليولا الكاتر سامفونيك بقية ميزرو محمد 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 شاركة مع تياتر بكاتر مش يكون حاضر اه اه بعدكش من اه نجم من المع النجوم من تونس وخارجها وان شاء الله نحضر في حاجة حلوة برشة مقارنة بعرض ايام كارتاج الموسيقي جان في الفين وتث وعشرين اللي تقدمت في مدينة ثقافة شنو جديد ربيع زاموري المراهيذي والله هو العرض معناها الكور الستركتور بتاع العرض معناها هي بيدا خاطر نقض أن يكونني من الخالط الوج و المسيطة الأخير مهمة لكنه يعطي معناها الأمليورة على الحالو Positiveية وخواهر على الوضع الملاح الموسيقى هو محاولة كل مدينة في المحاولة ومشاهد في مجولة في القدير كان يشعر على المسيق لآخر وفكائنا إن شاء الله ما قد نحتاج إلى نفس النابرشا برشا منزنا قادي نحن يجب أن نقوم بحاجة منها في مستوى ربح ترتاج ترى خلينا نعود ونذكروا بالفنانين اللي بشيكونوا حاضرين والله ما شاء الله هومارفعتاش دي ما هارفين نسميهم دي ما خاف ننسيش يشكور هو راو الحقيقة أكيد بشتنسيش كون نتصو على 14 بس أما ميسيلش أنا نعاونه فيك نحاول نحاول هو راو أنا عندي الليستة هو راو عندي أنا الليستة قدامي دونك ميسيلش نعتيك الكلمة كان فما شكون تنسي أتو نذكروا بي يظهر لي من سيت حتى حد أحمد الرباعي مهدي العيشي أذو ما لكل قلناهم وليد سلطان أي من الأعتر أذو ما لكل قلناهم أتبارك الله العرض هذا نستلجيا بش ترجع الناس لزمن المسلسلية الأقديمة والليجينيريك اللي ينحبوها مش نوع انتظاراتك من العرض ذاي والله الانتظارات هو أنا معناها الحاجة اللي نحب عليها هو أنه أي حد مش يحبر العرض ذاي أول حاجة احنا مش نعمل وجوه مع بعضنا ثم دانس ثم مش نغنيه مع بعضنا لجينيريك فالتنموة ثم دي جينيريك لعبيد لكل حاصتهم دونك أهم حاجة أهم حاجة خدمت عليها هو أنه تكون الموزيكة معناها فديل للنبوو ميزيكال صنوغ لكتبه كل شيء بالذبط كي ما سمعوا العبيد في التلف ذا في السينيما مش نخلص كل مومات نستلجيا بالحق معناه كل بالحق معناه سمع حكا سير في الوقت اللي الموزيكة تخرج من استوديو وتخرج من السون تلف ذا تولي لك سورسين تولي في كل شالور نتع اللايف نتع الليكوتي كما أنت سيخطوها بك انجرون تلكيسر كي مركز سنفولك تونيزيان سيسيوغ تم أحساس آخر وجو آخر وشيخة أخرى إن شاء الله شيخة أخرى عرض نستلجيا كي ما كنا نحكيه بشيكون 24 جويليا 2023 مع العشرة متعليل بالضبط ربيع زاموري وين نجموا شوفوا عرض نستلجيا زيد والله إن شاء الله إن شاء الله هذا هو أنا مركز سيشتو على العرض تكون كارتاج إن شاء الله أنهم يغاين تونيزيze يعني سيبب بنبعات وإن شاء الله ينجح العرض وبعطيه وأطانو شوفوا يعني التونيزيين فيش هذا العرض الحمد لله إليه دمانديه حتى نقبل كارتاج حتى في الجيم سي معناه الانجتي تخيز اجيها بالمانسيو تخيب رد تفعل الناس بالمهور سمحني بشو نقص عليك سي ربيع يظهر لي من اكثر العروض اللي الجامهير تتفعل معاها بطريقة ايجابية وايجابية جدا وي على خاطر اه اه احنا الموزيكات اللي سمعناهم في التالف زاوت ربين عليهم ووقت اللي نمشيوا للسينما في كلامة الاسرية الحلوة في رمضان وكل شي هما ما همش بركة الموسيقى التصويرية متاع العامل الدرامية ولا الافلامة دوكم هما زي داراه يوثقوا حياتنا ونجم يقولوا حتى الموسيقى التصويرية متاحياتنا سي لا موسيقى دي فيلم دو نوت خيز دونك دي ما تم علاقة كبيرة برشة برشة تقعد ما بين الموسيقات اللي اللي واحد سمحهم يعني اه تولي كما عليكم بين الموسيقى هذي كما بين المومات اللي عاشناهم دون دي سيتياثان تخيز صحيح صحيح الموسيقى هذي كمسي منعرش المومات ذوكم الطبعة متاعهم لامبرانت متاحهم تقعد تقعد في الموسيقى هذي دونك سي ربيع زاموري بالنسبة للعباد اللي بوتيتر مايش بشتناجم تحضر العرض متاع كرتاج 24 جويلة انت تقول لنا اللي فهم توتين تورني إن شاء الله إن شاء الله بقدر تربي سيتياثان ما قاعد نختم عليها الحكاية وبقدر تربي العرض برشة عبيد يكلموا فيها من برشة بلايك من ولاية الجمهورية قلونا وقتش تجيوا بحثنا راو نستعناوا فيها العرض تاو إن شاء الله نتن وقتش تقع الكوميونيكاسيان بعض عرض كرتاج يعني إن شاء الله فهم حديث اخر والله يتاوب بور الماما ما هي مش دي دات بريسيز ما دو توت لي فاسون ما أنا قاعد نخدم على التورني من بعد واضح مشكور جدا سيربيع الزاموري كنا نحكينا معاك على عرض نستلجان ذكروا اللي هو كرتاج في مهرجين كرتاج دولي بشيكون نهار 24 جويلة 2023 مع العشرة متعليل حاولوا تكونوا حاضرين كان متنجموش تكونوا حاضرين سيربيع يقول لكم اللي بقدرة ربي بشيكون حاضر في عدة ولايات في إطار إنترني صيفية اللحديش و 17 دقيقة نمشي وفاصل قصير ورجعين ريديو 11 و 24 دقيقة الموعد مزين متواصل حتى النصف نهار في برانش ويلتحق بنا المخرج القدير سيلفادل الجزيري يا سيدي أهلا وسهلا ومرحب بيك أهلا بيك يا سيدي فرحانين ياسر اللي انت جيت بحضينا بارك الله وفيكم في الدعوة سيلفادل بش نحكيه معاك على جديد بش نحكيه معاك على افتتاح مهرجين قرتاج دولي بعرض المحفلة مقبلة ذاترا خلينا نمشيه والجول فليج بو جول فليجة تاو ميش ديسبونيبل خلينا خلينا معاك سيلفادل الجزيري رجل المسرح والسينما 14 جوليا 2023 افتتاح مهرجين قرتاج الدولي بعرض المحفل مما داري ذا فادل الجزيري على عرض المحفل عود لي السؤال مما داري ذاك سيلفادل على العرض بصفة عامة وقت اللي الوحدي يقدم صورة مها المستوى هذي هاي المتلقي بالضبط ونوجهها للجمهور عن طريق الجمهور الحي طبعا ولكن الجمهور العريض في التلفزة صحيح وفي الراديو الشغل الشغل هو ان ان بلغ له حاجة ايجابية صورة على نفسه تكون صورة تحيي وترضي هذا هو تحس اليوم الصورة اللي ترضي وصلت اليوم للجمهور الحية الكبيرة على كل حال انا الشي اللي حذرت عليه هو انو ناس تتجاوب تغني مع المغنين المنشدين فرحنين الصغرية تتالعة في وسط المدارش وهذا الشي هام يعبر على كل نشوة كل فرحة يظهر لي ذاية هي اللي تاخذها بالوقت صحيح الاجابة بالوقت تاخذها من عند من عند الجمهور اما رغم ذا الكل فمبرشة انتقادات الحقيقة صارت من الوسط الفني بالاساس هالانتقادات الأخرى اللي جاية من أوساط أخرى الحقيقة نتجاوزوها ما نحكيوش عليها ياسر لخاطرها مايش مهمة بالقدام ما كي تجينا من عند ناس معروفة غادي وينا تسائلوا شوية مقبل ما نوصل لذاترة خلينا نحكيو أكثر على العرض اخترت تكريم بعض الأسماء سيلفاظل كما الفنان الراحل إسماعيل الحطاب من خلال تقديم بين الويديين ودازيتيلي بتوزيع عصري وبأداء الكورال جرأة انك تعاود أغاني إسماعيل الحطاب بطريقة عصرية مو تحية اما اذا كان واحد يحكي على الفن الشعبي وينسى إسماعيل الحطاب اما الطريق الطريق الطريقة بالضبط ما بتعرف لقديمة يوعاد صحيح أما فما ناس نوعا ما كلي مش مش تتمبز أما بفرصة ما تعجب هالتبديل هيدي هو حقه هو حقه الحقيقة عندهم الحق باش ما تعجبهمش صحيح وعندهم الحق باش يتغشوا ويقولوا اللي يحبوا هي العملية لكل عملية متاعشتي هادر نحاوله باش نعملوا حاجة حلوة نقدموها للناس ديما تحب تجتهد فاطل الجزيري ديما نشوفه جديدة معاك ديما الحاجة الأورجينال اللي ما نشوفها وما نسمعها في حطة بلاسة أخرى ديما ناخذها من عند سيتك نحن نحاوله والمجموعة اللي يتخدم معايا مجموعة هامة في الأعدد وفي الخبرة صنيعية معناها مهمش نجموش يقولوا مثلا اللي الموازين اللي انقدموها موازين ماهيش ماهيش مخدمة على قاعدة ما نجموش نقولوا للجمل الموسيقية ماهيش مخدمة على قاعدة ما نجموش نقولوا للأداء ماهوش ولو فيه بعض من الطرف ماينا جمش يقول واحد دروا ما يعرفوش يقولوا ولا مايقولوش صحيح فما يقول هاك فما يقول هاك فما يقول هاك وهنا جايين وبالضبط ما خلينا نمشيوا واحدة واحدة مع سيتك سي الفاضل اللي سمعت وينه اللي وصلني اللي العرض كان حاجة أخرى جملة العرضة المحفل الكوريغرافية على أساس كانت بش تكون تأكد لي أنتي ولا ليه يا سي الفاضل الكوريغرافية كانت على أساس بش تكون وكلابوراتيو مع عصيهم بالخوج جميع جميع لفي عمرها لكانت بريفيو الحكاية لا لا من الأساس مع ملك السبعي ملك السبعي والبالي دلوبراء دونك مش صحيح لكلام هذا اللي تحكي ولكن أرى ديما يخرفوا علينا يخرفوا عليش 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 سي الفاضل حسب رأيك يحتمل على البوز تقول أنت هاكا هو هاكا هو ذبيحة عاصي على أساس ذبيحة عاصي هاكا هنا سمعت حتى معناها من عند شكون على أساس كانت بريفيو ذبيحة عاصي كاريمو لا ما فهمهش ما فهمهش منها ولكن بريفيو من المعن وموجودة في اللفيش هو أننا ندخلوا فارس على خطر عندنا قطعة هامة برشة في العرض متاعنا هي فارس دونك ذي الكلو حديثوا بر حديث رأوس الفاضل رأوريت لحديث ذير رأني ناخد فيه من عند ناس معناها عندها علاقة كبيرة بمهرجين قرتاج وبالسيتي ولكن يخرفوا يمكن يمكن يخرفوا شوال كورال كورال متاع الأوبيراء من نول وكان شوال ذاك لا كانش فهم على أساس لا لا الواقع ونحكيه فيه هو المنطلق متاع المشروع هذية كنا بش نعمل هذا مع فنانين من الجنوب لكلهم عملنا تورني تواعب عامين لتالي بجال كوفيد ما نجم ناش نواصله في المشروع على أساس أنه أنا عندي اهتمام قاعد نحضر في مسلسل للدغباجي وحبيت الجمل الموسيقية لكلها تكون جمل من الفن الشعبي هذا البدوي وخاصة الجنوب كي وصلنا للمرحلة هذية معنا في جانفي لتعدى وجبدنا على الموضوع على خطر الفنانين هذو ما استدعيتهم بستوديوه عندنا وسجلنا الأقوال متاحهم كي بدينا نحكيه معهم على التجربة هذية وضرورة أنهم يقوموا معنا بتمرين وما إلى غير ذلك من الضروريات بتحضير عرض قالوا ربما نجموش عندنا عروساتنا احنا وعندنا تهوراتنا فلانينج معبيا وكل يام تيام تاحهم وهم يحفلوا في الجهات وهم دورهم فقلنا بها الفن هذية كفن على أساسي مكون للروح المحلية لما كن خرجوه من تركيبته الأصلية ونولي ونهزوه للأوبيرا ونهزوه للحاجات أخرى ونهزوه للروك هذية هذية شنية بالضبط هذية يسكو حركة أنت تحب تطور الفن ذاك تحب تهزو البقعة أخرى شو الهدف شو الهدف أورا هذية التطوير ضروري الساعة صحيح اللي ما يتطورش يتوفى ما تعرف وفي نفس الوقت ماناش مبدعين في هذا ما هوش بداع منه على خطر الفن الشعبي في العالم أجمع عرفها التطور هذية نلقاه في الولايات المتحدة الفن الشعبي الوستيرن قاعد يخدم في في الوبراء والسايد ستوري ما نشأنا اللي بدعتها معناها الذاكرة كيفاش تتخدم كيفاش تتركب ما هو ناس عريفين ياخذوا اللي هو متداول ما بين الناس ويركبوه باش يعطيوه قوة أخرى طاقة أخرى حضور آخر وحيات أخرى زيدا وحيات أخرى يجدوله بالضبط يجدوله يطوروها بالضبط العرض ذا تحكي عليه يسر تحكي عليه فنية تحكي عليه ماديا زادة عرض فيه تقريبا 220 فنان وفنانة بالإضافة للديكور للكوستوم قدش كانت تكلفة عندكش فكرة أظن ما نش بالضبط معناها ما يظل وطوء 850 ألف دينار يمكن 850 ألف دينار ولكن ماهوش عرض الافتتاح فقط على خطر نأملو أنه وراه العرض هذي بشيجيو عروض أخرى وديما نفينسو كما يقولوها ديما نحسنو فيه ولكن مهرجان كرتاج والمال العام ما شارك إلا بمئتين ألف دينار مئتين ألف دينار أي مش 570 ألف دينار مئتين ألف الكنتراتو اللي عندنا مع كرتاج بمئتين ألف دينار هو من من أضعف الكنتراتوات اللي موجودة في كرتاج معناها صحيح كنا نسمو على الرقام لحقيقة معناها مقارنة بالشي اللي جاينا من الخارج معناها مئتين ألف دينار حكاية متواضعة معناها متواضعة ما فمل يقول والباقي جاي من من مركز الفنون جرب الباقي الكل يعني تقريب ستمائة الف دينار شو اللي يخلي بربي سيلفاذ العباد في كل مرة معناها بعد كل العروض نلقاه مش معقول عرض ذي يتكلف كذي هاو ميتين هاو ثلاثة مية هاو خمسة مية شو اللي يخلي العباد تحكي بالطريقة هدية تخرف تحكي وبما انه لسان ما فيش عظم والواحد مش لازم يعطي البرهان بالشي اللي يقول فيه ويقول اللي يحب كهو كل عام هاك الناس تخرف يجبها تحكي يحتمل يحتمل طريقة طريقة من طرق التعبير على الحال والحال بصفة عامة ما يعجبش هو ظروف صعبة بالنسبة للميين صعبة والواحد يفهم يفهم ويتفهم في حالات ومصابه يريض ولكن الغالبا ذيك هي ما تعرف تونس حكة صحيح أنا ما نحبش نذكر لحقيقة لسامي أما فما ناس رأي محترمة ناس معروفة بالجداء بالجداء ناس مسؤولة نوعا ما مسؤولة مغير نوعا ما ناس مسؤولة وتخرج وتتكلم معرض قرتاج ومش معقول ويتكلف 570 ألف دينار معناها قرتاج حتى تعليه العرض هذية وفي كل مرة وفي كل عام معمرنا لنجمنا نفهم القصة هذية شو مشكلة العبيد يعني مع الموضوع ذي موضوع حقو حقو الكرتاج يخرج لشيفر بالضبط وشو اليمن ع كرتاج بيش تخرج والله يا با هما يعمل يقدموه يقدموه فما معناها الكونتابيليتين متاع واضحا الكرتاج وين يلقاوها لعبية الكونتابيليتين هذي على خطر في الكونفيرانس دي بريس ما تحكيش في هذا يحتمل يحشمو خرجوا لشيفر لا لا مصحية لتفكر في الكونفيرانس خرج لشيفر قال تقريبا هاو الكلفة وهاوش خصصنا للفن للفنان التوانسة وهاوش خصصنا للخارج ومعناها يا ما أما كيت تحكي كيكا ما تنجمش تفهم بالكدي معناها لازم تعطي بالعرض بالعرض حقهم ويحتمل وممكن ممكن زادا واحد يوصل يعطي بالعرض بالعرض وممكن بيب ونسكروه معناها كان نوصل تتفرد الناس شوف نجم تتفرد كما نجم تدخل بعضها وهاسي الفرد أسمعي اللي ما سمعتش معاد تلقى ما تقول سحية يا حتمل يمكن والتهاثريم ينقص والكلام الفارغ ودزن البيدق ومفهمش لذلك يمكن ساعة ساعة زادا الغلطة من المسؤولين اللي يخليوا والباب محلول للتأويلات واللحديث وللقيل وللقاء مش عندهم هما لهي ما أهم يحتمل يقول الكلام قد تسألني في كونفيرنس دفرس نجاوبك معقول ما تسألنيش وتخلي الباب ما نجاوبك وما فيش سر وعلى خطر الأمور معناها ما فيش سر كبير نعرف ولي قدش يسوم الكاسكروت سيح ويعرف البيوس قدش يخلص الناس ويعرف التكسي كي توصل الفنان يروح مضي ساعة متعليل بش يوصل للدار وخاصة عندنا شباب وبنات معناها معروف هذا مصريف مصريف الكل تبدأ مسجلة ما فمش بالضبط كي ما كنا نحكيه مثلا وروا الناس تخلص بصفة متواضعة برش معايا أنا ما فمش ما فمش بزع فرد وربي شمعناها متواضعة خلينا نفهم شو معناها متواضعة عند سيفاد الجزير معناها على شهر شهر ونص شهرين ساعات أكثر ألف وخمسمائة دينار وبربي يخلصوا طبعا لكلهم يخلصوا ما لش يعملوا ما تصير شو يكون السانسية يخلص وما يخلص ما فمش المشاكل هذه مستحيل مستحيل تصير ما هوش معقول أكيد ما هوش معقول أما نعرف اللي هنا تصير مشاكل مريد سلار وكهو أما نعرف اللي تصير مشاكل حتى بالمرش ساعة ساعة وطبطة ويبطة أحنا في الوقت ونحدو الأوقات متاعنا وعندنا سيرفيس لاهي بالأمور هذية وأنا ما نشفى وما عنديش دخل شخصية نتصور نتصور يمكن زيدا يمكن زيدا اللي يخدم عفض الجزير يزيدا عنده يخدم معي يخدم معي وكهو فما مودة فما قدر فما طريقة أصغاء فما تعامل جيد أخلاقي فنيا ويظهوري والعلاقات مابيناتنا مهيش علاقات صديقة علاقات خدمة فرق يختلف تماما وما بيني وما بين الناس أنا عندي فناني يخدموا معي بعمرهم خمستاش وستاش سنة معناها وما زلو كمبتدئين عندي منشد في المجموعة ما زلو في الانستيتيوت ولكن عنده صوت رقة متاع متاع الدوخ معناها رقة هبال معناها يحب فاضل جزير يخدم مع العمارة ذا مع الشباب منعرش هما شباب أكيد أقرب حتى للطفولة من الشباب كي نحكيه 12 سنة 13 سنة يحب فاضل جزير دور روحه بالعباد هذي منشنا نحب هما يحب يخدموا معايا يحبوا يقوموا بالتجربة هذي هما اللي يجيوني يجيوني بشي يخدموا عليش على خطر بشوية بشوية من غير حتى ولو أني ما عنديش هالطموح هذي ما عنديش هالجرأة العمل ولا كي المدرسة العلاقات علاقات شكون ما يحبش يخدم معايا فاضل جزير شكون ما يحبش يحط في السيفي متاع وليخدم معايا فاضل جزير نسر كل نتعامل ونتعامل معاهم ونتعامل معاهم بلطف على خطر أنا لمح على قديم شوية شوية برا وشوية بتعبير لطيف للواقع اللي حبيت نقوله هو أن الشي اللي نوجه للي ديرين بيا هو أن حاجة بركة عندها قيمة في عينينا هي الخدمة هي ثانيا الركبة والخدمة حفظت الدرس إذا تحب تعرضه بطريقة مقنعة يجبك تحفظه أحنا في اللغة متاعنا يجبك تشربه فاضل جزير في الخدمة يظهر لي صعيب يظهر لي تخاف العبادك لو تخدم معك أحنا لكلنا نخافه الرهبة عليش على خطر الفن أكبر منه أهم منه بكثير حاجة أخرى وقت اللي واحد يجبد إسماعيل وأنتي تحكي على إسماعيل أنا بالنسبة لها قاعد نتحدث على قام ما جابش ما جابش التاريخ كيفها في الميدان هذا معناه كما واحد يحكي على عرشا على الزبير التركي في التصوير بالقلم واللابز كما يحكي على عمار فرحات حاجة أخرى معناها جهامة مش قامة برك جهامة مش قامة سيفاد الجزيري مزال اللحديث معاك هاللحديش 42 دقيقة بشمشوا فاصل قصيرا مدى قبل ذات را خلينا نمشو لجول فاليج مزالوا أيامات بش تنجموا تدخلوا وتربحوا في قرعة جول فاليج اللي بش ترباحكم 10 ملايين كاملين كاش في ساعة بعضوا اسم اس في ايفام على خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية بش تزيد حظوظك في الربح في شهرج ويليا موعد اللي بش نتعرفوا فيها على سعيد الحظ اللي نجم يكون انت توا اللي قاعد تسمع وتبعد اسم اس نفكركم اسم اس فيه ايفام على خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية حظ سعيد للناس الكل ايفام احلى راديو لحدش و 46 دقيقة هكذا نكون تقريبا وصلنا لنهاية الموعد الاسبوع متاعنا ضيفنا رجل المسرح رجل السينما المخرج القادير سي فاطل الجزيري اللي نعوده الرحبو به نقدمو لك تحية مرة اخرى سي الفاطل قبل ما مشيو بوب كنت سألتني شنال فورماسيان متاعي نجيو بك بيعو جيلة بش كيك الناس منعرش ما تفهمش ما تفهمش حاجة اخرى انا سي الفاطل منيش منيش قاري جورناليزم انا عمل ماركتينج وماركتينج ديجيتال والجورناليزم بعد عملت واتكونت في مدرسة اللي هي اذاعة صديقة خلينا نقول اكسبريسي فيم نو كده اجابتي على سؤالك طبو انتي بش تجاوب على الاسئلة امتاعي سي الفاطل الجزيري فمبرشة ناس حكيوا على ضعف صوت الكرال ما عجبتش كين توافقو ولا ما توافقش من وفقش واحد اللولا ناحية الولى ناحية ثانية يظهر لي الماتريال اللي جانة الكرتاج جانة اللي تصلى الماتريال دوسون اوكي معناها فما ذروف ما تعرف متاع الكنترا ذاك لسوسيتي برستاتير يعملو ويزمهم فما تطعن ودرشنو وديما هكرا معناها الحقيقة يجي في ما ما لقينا لقينا هاو كبير اللقف وخلطنا للوفيرتير الجمهور في وسط الصالة قاعد يدخل واحنا قاعدين نوذبو على خطر هذه الظروف بلي اه وي بي معناها اللمسات الاخيرة وقت اللي الجمهور موجود دجا مش اللمسات الاخيرة ولمسات الهمة والناس قاعدة تدخل ونجربوا قدامهم ومش ومش بالمخبي وهذا معقول سي الفاضل اذيك ذروف متاع العمل هوني عيشي عوش وزارة الثقافة ما عندي هاش ماتريالها معناها هي تتعامل مع دي بريستاتير دو سيرفيز واحسن طريقة هو انه مهرجين قرتاج مش وزارة الثقافة مهرجين قرتاج ما نجمش يسمح النفس ويبدأ عنده الماتريال المتاع وعلى خطر يخدم على شهر ونص مهرجين قرتاج سور لبلان كونتابل سيان سيبورتابل ما نجمش حط ستة سبعة ثمانية مليار دوات يشري بيهم ماتريال اللي ويرقدوا بعد عمتين وبدو تروازن يلسورة وبسولات معناه يتلوح على خطر متعرف هذي سيلا اللوجيك دو ياما يطورة يفورة ما ينجم كان يكري ما عندوش الامكانية اخرى دونك اليوم الحل انه يمش يكري الماتريال المتاع وذي ما فيش مشكلة هما وش اشكال هذي جزد كلام نحكي وفيها كأو اما الاشكال انه الظروف هذي توصل لتأثر على الاداء الصوتي متع العرض فيما يخص العرض الناحية القوية في العرض هو الايقاع اهم شيء في العرض هو الايقاع المجموعة اللي موجودة هي مجموعة فيها اربعة وعشرين وزان وكمبو باتري وغيتار وغيتار باس وبيانو وعندنا زوز سكر مزود وقصبة ايدو فيولو هذي الفورمسيون اللي موجودة وفما ثلاثين كوريست وستاشن انتربرت هذة بصفة بلوس الكوردو بلي اللي هما عشرين واثناش ثنين وثلاثين يظهر للي المجموعة الكل اللي نخدم معها مجموعة عندها دور هام تقول صحيح وتقول بصفة مقنعة ابقا في الظوظم تاكرتاج على خطر الجمهور يغني معنا رو صحيح في القوة اللي موجودة في يحتملة باش نوصلوا نقدموا عمل متميز يلزمنا يحتمل تجي و تشوفوا العرض في جرب وقتها يحتمل وقتاش بالضبط ها قاعدين نخدموا عليه حبر من تقريبا تقريبا وقتاش ينجم يكون يمكن من هون الاخر الشهر اه اوكي الشهر ذا اي ان شاء الله شفنا نور شيب اي كيفاش قناعتوا بشي يكون موجود خاصة بعض الظرفية الصعبة اللي تعاد به لقيتوا موتيفة بربي هو اللي يكلم باي معنا موتيفة ويحب يخدم ويحب يرجع في التصوير ويحب وانا في تبيعتي وقت اللي واحد يكلمني يقول لي ايشنو احوالك نفهم اللي وراه هذايا فما هو من ما متخلق واستدعيته على خطره نعرفه من قبل انا متعرف اللي هو تكوين متاعه كمسرح ببب ونسا توحش نور شيب لا وانا يظهر اللي هو رجل متميز معناه هو نجم السهرة حسب رايك نجم السهرة منعطيك اختراحات انت تجاوبني متفضل نور شيبا كما كنا نحكي ايمن الجزير يحيى الجزير محمد علي شبيل شكون حسب رايك لا 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 محمد علي شبيل نور علي كان فما نجم تنجم تختار وانت وتنصبك نجم السهرة بالرسم ما فاماش ما هوش هذا ما هوش هذا الموضوع نجم السهرة هو الفن شعبي ما يتلخصش يعني في فنان ولا اثنين ما هوش في فنان ولا اثنين وانا ما نمنش بالفردية ما نمنش بالنجم بالنجومية نمن بالفردية ما نمنش بالنجومية اسماعيل ما كانش نجم كان هز المشروع كامل ولكن ما كان الجيل اليوم في الإيبوك متاعنا يكون نجم ما كانش نجم مثلاً وقت اللي يخدم معايا ما يخدمش كنجم وحبوبا ما يخدمش معايا كنجم ولطفي بوشناق كيف كيف ما همش نجوم بالنسبة لي على خطر شو تخزلهم إلى دوما؟ هم هذة يهزوا العرض هم اللي هذة يجيب من عنده يهز من عنده العرض يعطيه يعطي للعرض نكهة خاصة مطعم خاص الكري لانتري لسوربريز هم النجوم في حد ذاتهم اللي هذة على روحه نجم كل واحد منهم نجمة سيدي ستار دا كوردو ولكن عندنا وقت اللي كتبنا العوادة طوال السنوات التالي المسرحية متاع العوادة مقداد السيلي يقول تسخي بروحك ستار ما فماش هذا لانوسيون دو ستار مايش موجودة عندنا مقداد السيلي أحكيه على العرض مقداد ضامر ضامر برشة 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 ورشة ضامر برشة وواقفين ينجدوا ويعاودوا ويكرروا حاجة معناها بش تولي تحكم فيها بالإشارة بالعين يلزمها خدمة نرجعوني في شيء كما كنا كما حكينا في أول الحوار متى أنا قلت لك اللي فما انتقادات من الوسط الفني فما انتقادات زادة من أوسط أخرى كما كنت نحكيها مانيش بش نذكرها ومانيش بش نحكي عليها على خاطر مهيش مهمة خلينا نقول أما مقدد سيلي في إذاعة موزيك قال إنك أعملت تشويه مش توزيع ماذا قولك هو مقدد يوالي عريف الأمور أليها؟ لا مثالي 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 مقدد يذنقبله منه اللي يحبه وتشويه برك الله فيه برك الله فيه باي تشويه هسيديا وكي تاكر ينجم يتغشش فاطل الجزيري من كلم كما هكا؟ فاطل يقول ماذا قولك؟ ماذا قولك؟ والدي مقدد خدم معايا في العواده يقتل بالضحك مظمر برشا مقدد؟ مقدد شنو مظمر؟ أما هو موش يحكي هنايا من منطلق الضمار والضحك؟ ساعة ساعة عيتها يعقدها كما يقولوها ولكن ما بنساوش اللي هو كان مسؤول على الفنانين نقابة متاع الفنانين اللي عمري ما شاركت فيها أنا شخصيا عليش؟ ما تمتلكش؟ علي خاطر ما ليه ما يظهر لي ما ما نستحقش عليش ما نستحقش؟ انتي فنان وديكا نقابة الفنانين يعني ليه على خاطرنا بوليسيميك من نخدم في السينما ونخدم في التياتر ونخدم في الموزيكا ونخدم في الموزيكا ونكتب شوية دونك ما تمثلكش يسر؟ ما تمثلنيش ما تمثلك فيه جزء يمكن أي لكن مش مش في كل شيء نواصلو 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 عدل بنتق قال إنه عرض محفل إخراج مسرحي دون موسيقى والفاضل الجزيري استبعد الموسيقى وكأنه استسهل العمل لوحده ساعة ولان ما نخدمش وحدي عندي مجموعة وتكوين متاحهم تكوين متميز معناها كل واحد في الشيء في الشيء اللي يخدم فيه مصنيعية معناها بالمجدث على أتم معنى الكلمة موسيقى أما إخراج مسرحي دون موسيقى فمك الموسيقى ليه هو أنت فهمت فهمت شو ما يقصد سي الفاضل والله صارت صاروا قطاع بالقصبة وبالذكرة وبالمزود كليل صاروا على ما سمعتنا كليل لذلك الأراء كما هذية معلمية اللي عندنا وأساذها متاع موسيقى يخدموا معنا معناها كلام متاع متاع بندقى بندقى يحتمل ما سمعش مليح وكاوز يمكن حاتم الجيزين حاتم شكون حاتم الجيزين مؤلفوش يعني هيدول لي تعرفو سي الفاضلاء بالحق ما تعرفوش ما نعرفوش الله ما نعرفوش كاتب ليام صيد الريم كتب الصبر الرباعي ما نعرفوش لا محالة ما تعرفوش ما تعرفوش ما تعرفوش بالحق ما تعرفوش بجد ما نعرفوش مش فنيا تتعالى يعني لا 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 ما نعرفوش باي ميسيل شو نقولك شو قال شو يقول سي الحاتم الجيزين يقول اللي بعد المحفل هاوك السنوات الجاية عندكم كان احيانا ربي حفلوا لوجيا وحفالي وسنين دايب شو يتفهم بربي شنو المقصد بالضبط بالضبط ذا سؤالي لي كان شو يقصد يعني سي حاتم الجيزيني كيقول كلام بطريقة هذي شو الفكرة وراك كلامه والله ما نتسائل ونقوله خير ما نش مهتم بالفكرة بنقد معناها لهذا هذي وكأنه تهاكم تهاكم نعرش كلمة كبيرة تهاكم نحبش ندخل تحت طائلة التهاكم وغيره اما المحفل دونك هو يمكنش يخذي كلمة المحفل في حد ذاتها معناها حتى في كاريكاتوري نوعا ما ما يعرفش المحفل ملا راو حاجة هم مبرش المحفل بعض الصابة الناس تحفل ويسميوه المحفل يفرحوا بيه الناسنا يفرحوا بيه الهمامة والمثاليث وبني عيار معناها ما حقهمش هالتطاول هذا زي تشوفها قاسية نوعا ما الكلام اللي تحكيه خاصة من عند الناس معروفة في الوسط الفن حتى كان يكره أنه عمل ما عجبوش معناها اما تنقدو تنقدو وتجيب واضح 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 مهوش مشروع نقدي لا يرتقي لدرجة النقد نصف نهار هكي وصلنا لنهاية الموعد متاعنا مشكور جدا سيل فاضل الجزيري الحديث معك ياسر يا سيل فاضل والحقيقة ماذا بنا حتى كان نزيده أكثر الوقت من الوقت متاعنا وفيه هكي نكون وصلنا لنهاية الموعد الأسبوعي متاعنا موعدنا يتجدد نهار السبت الجاي كيما العادة من العشرة حتى النصف نهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة